من ممتلكات وعقار ووحدات صناعية ما يفوق 30 مليار دولار قد تبدو الحصيلة التي حددها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للأموال المنهوبة المستردة داخل البلاد مزلزلة إذا ما جردت من سياقاتها التاريخية وحتى السياسية فقبل عام بالضبط وقف هذا الرقم على لسان تبون نفسه عند 20 مليار دولار تم استردادها على شكل أموال منقولة وعينية وتبون نفسه كان قد تحدث في نفس الفترة عن أسرة واحدة فقط كانت قد نهبت ما يقارب 36 مليار دولار وإذا كانت السلطات الجزائرية بحرصها على إعلان الحصيلة السنوية للأموال المستردة أو على بث صور ما تتم مصادرته في هذا السياق ترغب بتجديد التزامها بالحرب التي أعلنتها على الفساد في 2019 فإن الكثير من التساؤلات تظل محدقة بنجاعة تدابيرها لا سيما حين يتعلق الأمر بالأموال المهربة إلى الخارج ففي أكتوبر تدول الإعلام الجزائري أنباء عن توجيه الجزائر أكثر من 250 إنابة قضائية دولية لاسترداد الأموال المنهوبة ومتابعتها باتصالات ديبلوماسية رسمية وبينما يتحدث المسؤولون الجزائريون عن نتائج إيجابية تأتت عن هذه الجهود عبر إبداء دول أوروبية فتاحها على التعاون لإعادة التحويلات المهربة يشكك بعض الخبراء في جدوى هذه العملية برمتها ويرون عوائق قانونية وسياسية وإجرائية كفيلة بوضع مسار استرداد الودائع في حلقة مفرغة للمزيد ينضم إلينا من جزائر عبدالقادر سليمانيا الخبير الاقتصادي أهلا بك على أهواء الحرى أولا ما هي المعلومات التي يجب أن نعرفها ربما عن حجم الأموال المقدرة لاستعادتها إلى الداخل الجزائري تحدث تبون في خطاب للأمة القائمة أمام البرلمان بغرفته أن هذه الفترة من العام 1999 إلى العام 2019 نهبت بها العديد من المليارات حدثني عن التفاصيل مساء الخير إيناس وكل مشاهدية قناة الحرة أولا يجب الاحتراف أن هناك إرادة سياسية بحكم أن هناك إجراءات وإنابات قضائية كما تفضلتم هناك أكثر من 250 إنابات قضائية مع 30 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، بريطانيا بالنسبة للأموال الموجودة هنا في الجزائر هناك حجز لكل هذه الأموال إما كانت أموال في البنوك هناك الحديث عن أكثر من 6 ألاف حساب بنكي تم تجميده وتحويله إلى الخزينة العمومية نتكلمه على أكثر كذلك من 4 ألاف مركبة بالإضافة إلى المئات من المصانع مصانع الإسمنت، مصانع الحديد، مصانع الزيوت موجودة في ولايات مثل وهران، مثل جيجن، مثل العاصمة إذن هناك إرادة سياسية تبقى المشكلة في الأموال الموجودة في الخارج نعرف أن المنظومة القضائية لبلدان مثل سويسرا مثل إسبانيا هي منظومات ربما لا تتماشى ولا تتوافق مع المنظومة القضائية ويجب موائمة المنظومات القضائية وكل هذه الإجراءات التشريعية بالإضافة سيدتي، نحن كخبراء ماليين واقتصاديين نعرف أن هناك بعض الحسابات المشفرة موجودة في بروكسل، موجودة في سويسرا موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وموجودة حتى في جنات ضريبية أخرى يصعب أن تسترجع بين ليلة وضحة يصعب أم يستحيل؟ لا، اليوم هناك تقييم أن الأموال المنهوبة في فترة لعشرين سنة هي بين مائة مليار دولار إلى مائتين مليار دولار الجزء الأكبر موجود في الخارج على شكل العقارات، على شكل الممتلكات، وعلى شكل حسابات بنكية هناك تساهل، وهناك توافق، وهناك حتى جلسات قضائية تم تشكيلها بين الجزائر والدول الأوروبية مثل إسبانيا، مثل فرنسا، إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية هناك تساهل، وهناك حتى أنه هناك نية من الجانب البلدان الغربية في أن حجم الفساد كان مهولاً وكبيراً، لكن تبقى الجزء التقني والجزء المالي المحاسبي هو الذي يصعب المأمورية أما بالنسبة للممتلكات الموجودة هنا في الجزائر، فقد تم إما تعميمها أو تحويلها في إطار ربما إعادة بيعها إلى القطاع الخاص وإدخالها في منظومة البنكية هناك إصلاحات، هناك العديد من الهيئات لمكافحة الفساد الإرادة السياسية موجودة حتى البارح شفنا أنه خطاب رئيس الجمهورية أمام برلمان وتكلم أن هذا أول برلمان لم يكن فيه ربما المال الفاسد إذن هناك تحول، هناك إرادة سياسية لكن العملية استرجاع الأموال الموجودة في الخارج تتم بصورة باطئة أنا وعنما سيد سولباني أود أن أتوقف معك عند هذه النقطة التي ذكرتها للتو وهي خطاب السيد تدبون في البرلمان هل من ربما أسباب سياسية تتزامن مع هذا الإعلان بالإعلان عن استرداد 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة حتى اللحظة ولا سيما أن هناك من يطالب بترشحه لولاية جديدة صحيح، سنة 2024 هي سنة الانتخابات الرئاسية وهناك بدأت بعض الأسوات التي تطالب بترشح الرئيس تبون لعهدة ثانية وقد رد عليهم الرئيس تبون في خطابه أن الخيار سيكون للشعب إذن الشعب هو من يحكم بعد حصيلة أربع سنوات يعني لأول مرة منذ 1977 منذ فترة الرئيس هواري بومدين الذي وقف أمام قبة البرلمان الرئيس تبون وقف أمام البرلمان وقدم حصيلة حصيلة إيجابية بشهادة صندوق النقض الدولي والبنك العالمي الذين أجادوا أن هناك مؤشرات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الجزائري وعدلات النمو أكثر من أربعة بالمئة صفر مديونية بالنسبة للاقتصاد الجزائري سبعين مليار دولار هي قيمة الودائع بالعملة الصعبة بالإضافة إلى قوانين وإصلاحات اقتصادية لدينا اليوم قانون استثمار جديد الذي يستقطب الشركات الدولية الشركات الأمريكية الصينية أوروبية خصوصا في مجال الطاقة والطاقات المتجددة والزراعة السياحة وكذلك المعادن والمناجم هناك ديناميكية كبيرة ريادة الأعمال وشركات الناشئة اليوم أصبح لدينا وزارة خاصة هي وزارة اقتصاد المعرفة وزارة المؤسسات الوزارة الناشئة إذن هناك تحول جذري وهناك بدأت التفاعلات السياسية بإعادة انتخاب الرئيس تبون لعهدة ثانية إذا هو أراد وإذا كذلك الشعب الجزائري أعطى له هذه الفرصة شكرا لك ضيفي من الجزائر عبدالقادر سليماني الخبير الاقتصادي موسيقى ترجمة نانسي قنقر